موسيقى موسيقى الخامات زادت بصراحة زيادة رهيبة ولكن ما قدرش أستغنى عنه لأنه هو ده مصدر رزقي فزودوا بعد موضوع تعويم الجنيه زودوها بطريقة غريبة يعني بس لسا لا زادت بنسبة 100% يعني تخيالي هي مثلا الإزازة كنت بجيبها بتسعين جبتها بـ 250 يبقى كام دي أكتر من 100% ولا إيه طيب يعني أنت دي أول مرة بتاع طيب دي أول مرة أصلا بتشارك في المعرض أول مرة شارك هنا لكن قبل كده شاركت في شهر 11 في بردك صنع في مصر في معرض هناك كانت تحدي رعاية بنك إسكندرية وزمان بقى لأن أنا كنت بدي الموضوع ده من سنة 97 كنت اشتركت خدت قرد صغير من صندوق الاجتماع للتنمية وكنت اشتركت في تبع الصندوق في معارض وكانوا صفروني بردك أمريكا بس أنا بقى ما استمرتش يعني كان زمان صندوق الاجتماع للتنمية بيدعم العارضين واللي هم الصناعة المتناهية الصغر هي صناعة المتناهية الصغر كانوا بيدعموهم وبيصفروهم بره على حساب الدولة ويعملوا معارض نشارك فيها وكده دلوقتي ما عادش الكلام ده خالص طب هل كان سهلا عليك تشارك السنة دي في المعارض لأ طبعا كان شوية صعب لأنه طبعا يعني الأصول أن أنا بشارك بفلوس مش بشارك كده يعني ده ما بيبقاش متاح لأي حد يعني الأحسن أن الدولة تعمل معارض والناس يشتركوا فيها من غير فلوس يعني مجانة أنها بس تسمح لنا أن إحنا نعرض بس وتسيب الناس لأن إحنا بنجيب بالخمات وبنصنع مش أنا بس أنا بتكلم بالناسبة للجميع يعني بنجيب الخمات والخمات بتبقى غالية وبنصنعها وبعد كده بنبدأ نبعها فده كله بيبقى تكلفة علينا لكن لما الدولة تسعيدنا في أن إحنا توفر لنا المكان اللي حنعرض فيه ده حيبقى فرصة كويسة لنا جدا والرئيس بيقول كده يعني طيب ارتفاع الأسعار ده هل أثر على أسعار بقى الحاجات هنا في المعرض عن كل سنة مثلا؟ آه أنا زي يعني حاب بقولك أن أنا زمان كنت بعمل حاجات كنت ببيعها بأسعار أقل من كده كنت بعمل مثلا الإشارب وممكن يبقى بمتين دلوقت الإشارب ده عشان حرير طبيعي بتلتمية طبعا بيتفرجوا عليه آه عجبهم وجميل وتسلم إيدك مفيش حد بيشتري لأن السعر مرتفع أنا أنا بقول إن السعر مرتفع بس دي التكلفة لأن ده حرير طبيعي الحرير الطبيعي غالي والخامات غالية وشغل الإيد ده بيعتبر هامش ربحي يعني طيب شايف أن ده أثر على إقبال هنا في المعرض ولا لأ؟ إقبال على المعرض ده بسبب الدعاية إن فعلا هم عملوا إعلانات بره بره في الشوارع يعني بس في منطقة معينة وبعد كده الإعلانات دي تغطت عليها بإعلانات تانية لحاجة تانية يعني ما استمرش لحد بداية المعرض اشتركوا في القناة